وعلى التوازي مع جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية كانت إرادتنا لتحقيق حالة مماثلة على المستوى السياسي إيماناً مني بأن حيوية المجتمع المصري بكافة مكوناته هي إضافة إيجابية للدولة ودلالات على ثرائها وقدرتها على الابتكار والإبداع ومن هذا الإيمان الصادق بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم أطلقت دعواته للحوار الوطني وهي الدعوة التي جمعت النسيج المصري من جميع عناصره وكانت الحزبة الأولى من مخرجات هذا الحوار مشجعة على الاستمرار فيه ولهذا كانت استجابتي فورية لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية والمشاركة المشاركة في الحوار وأصدرت توجيهاتي للحكومة بدراستها ووضع عليات تنفيذها والبدء في تفعيل هذه الأليات كما تضعفت جهود الدولة لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلي في ضوء تنامي التهديدات الإقليمية أن نجمع عن تصاعد وطيرة الصراعات وطيرة الصراعات بدول الجوار بما لها من إنعكاسات على الأمن القوم المصري وأصدقكم القول بأن الدولة وأجهزتها المعنية تبزل جهوداً حثيثة للتعامل مع هذه التهديدات وبتكلفة باهزة حتى يزل الوضع الداخلي مستقراً شعب مصر العظيم السيدات والسادة الحضور الكريم يزل المواطن المصري هو بطل رواياتنا الوطنية وتزل جودة حياته وتلبية متطلباته والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته هي هدفنا الأسمة وزل المصريون كل المصريين في وجداني وضميري أعمل من أجل محبة الله ومن أجلهم وأسعى لتوفير سبل العيش الكريم له لذلك فقد كانت إجراءات الدولة من أجل المواطن هي القاسم المشترك الأعظم لكافة مؤسساتها ولعل المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة خير دلالة على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجاً هو المستفيد الأول من حوائد التنمية والإصلاح الاقتصاد ترجمة نانسي قنقر